وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا وشهاد يا قوم إنما هذه الحاة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الرفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردناها إلى الله وأن المسلفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب أننار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإن يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا وإنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقالوا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولمتك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بنا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إنا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد يوم الآيان فالظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدمار أيضا اعجاب ضرب شكرا